موسيقى دلوقتي احنا عايزين نعرف ايه الحاجات اللي احنا نستخدمها عشان نعرف نأسمبل الكود نعمل له simulation اول حاجة سنحتاج Assembler معين و Simulator معين انتم مشتركين في Dropbox فولدر فهو الريكو دلوقتي حالها مزانة وصلوا لو لا سيبقى فيه لنكس في الفيديو ممكن تستخدموها تجدونا Source Files في Dropbox فولدر نفتح اللي هو تحترم السابع 2014 System Programming Labone Source Files FPC و SICK FPC.RAR و SICK.RAR هنأخذ 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 ممكن نفتحه بNotepad ممكن نفتحه بأي حاجة هنأخذ فشمع هنأخذ 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 وضع وضع أرقام كده ممكن برده سأضع أرقام كده 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 5 6 7 8 ما علينا الأرقام دي الأرقام دي عشان لو واحد مثلا بيكتب في نور باد أو حاجة وعايز يعرف يرتب الحاجات دي ازاي كما شايفين الابل يبدأ من 1 الابل من هنا من أول 1 الابل يبدأ من 10 و الابل يبدأ من 18 ماشي نضع هنا مثلا ألفا نضع أرقام ثلاثة 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 بيتا تبقى 7 وماشي نضع ثلاثة 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 الآن بيتا تبقى البروغرام أول مرة ثلاثة 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 الز؛ اذا الي هل قد امن به Hayqueque طبعا نوزه هنا ساتري لابد طائق فضلك نعمل إيه؟ نعمل Assembling للكود فيه هنا Assembler بس مش هو ده اللي احنا نستخدمه احنا نستخدمه ببرا احنا SourceFile موجود جوه الاسمبل اللي هنستخدمه هو اللي برا Successfully Assemble الكود خلاص احنا مش محتاجين نكون ده في اي حاجة دلوقتي دلوقتي لو فتحنا Prog هنلاقي SourceFile اللي يجمع الرقمين ما علينا هنلاقي ObjectFile بعد ما عملنا Assembling SourceFile دلوقتي مش مهم بالنسبة لنا في اي حاجة اهم حاجة ال ObjectFile H-Probe-1 That-T-Record وده ال End ويقوله Sorting Location هناخد ال ObjectFile ده نخضع لإيه؟ نخضع لسيك عشان نعمل له Assembling اه عشان نعمل له Simulation Sort دلوقتي احنا هنا عددنا SourceFile ده حاجة معيه ها ObjectFile ListFile DevFile ما علينا المهم هنحن نعمل Placed هنا ObjectFile C-Sec ObjectFile.txt نعمل C-Sec ObjectFile.txt كما قلت نحن نضيفه نضيفه نعمل 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 فقام نعمل و المهم نعمل هنالك يبين لنا الـ Contents مثل الـ Registers الـ A, X, L, B, PC كل ذلك مثلا هنا لدينا FF FF هذا الـ PC فهي الـ Contents مثل الـ Registers الـ Dynamonic اللي هو Load A بعدها يكون هناك Load S Add Or يقول الـ Instruction Format A الـ Object Code و الـ Instruction و الـ Location بعدها لو فيه Operand بيقول مثلا Index ولا لا و ازاي بيحسب الـ Target Address و المود يعني شوية Information زريفة كده المهم هدوس اي Key مثلا اللي يكون Enter ففعلا نعمل Load A حط فيها ثلاثة اللي جاي Load S كانت مفروض هاي Load كان في الـ S كان مفروض هاي Load في الـ S سبعة هندوس كده Enter نعمل Load S بسابعة ماشي بعدها Add Or مفروض هايجمع سبعة لثلاثة اللي هتبقى عشرة اللي هي A بالـ Hexs فعلا عشرة بعدها يتبقى اللي هم شوية Instructions اللي انا كنت معرف بيهم ممري هم هنا كده مثلا Prog SourceFile.txt اللي هم الحب دول مفروض بأنه هايكون شغال فيهم دلوقتي فكل حاجات دي مش تفرق في حاجة يعني اهو بادوس بادوس مركاية Error كده معني انه هوا خلص البرنامج هوا Air Run Time Error بس هوا كان مفروض خلص خلاص وكده احنا جمعنا رقمين وحطينا الـ Output بتاعهم في اس ده كل حاجة للـ Tutorial ده التوتوريال اللي جاي ان شاء الله بدلا ما هنجمع رقمين هنشوف ان احنا اللي عايزين نجمع ارقام منون لن وزين نساهم بـ Loops بعد كده افرد رقم ان ده احنا ندخله بنفسنا مش تبقى حاجة constant زي ما احنا ندخلين سبعة وثلاثة وكل مره عشان لازم اغير الرقم ده لازم اغير الـ Value هنا وبعد كده اعمل Assembling من الاول وبعد كده اعيد كل خطة الـ Steps دي تاني وبعد كده اعمل له Simulation لا طبعا ان لو انا عايز اغيرها هعمله كل الكلام ده نشوفه في التوتوريال اللي جاية ان شاء الله